إيمانا منهم بالتغيير عبر صناديق الاقتراع النجفيون يتوافدون لتحديث البطائق البيومترية في منافذ التحديث التي انتشرت في عموم المحافظة اليوم حقيقة قضية الانتخابات قضية إن شاء الله استحقاق انتخابي ونحن نأمل من مجتمعنا أن يكون ممثل حقيقي لقضية الاستحقاقات القادمة وتحديث بطاقة الناخب تدل على دليل ووعي المواطن وحقيقة نحتاج هذه الوقفة الجادة من قبل المواطنين لتحديث بطاقات الناخب للاشتراك بقضية الانتخابات ونحن نحث أبنائنا وناسنا وأصدقائنا وأهلنا أن يحدثون بطاقة الناخب ويشتركون بعملية الانتخابات القادمة لتغيير الوجوه الكالحة التي لم تقدم سوى الخراب والويلات للعراق نطلب من أبناء محافظتنا وخاصة النجف الأشرف وخاصة المحدثين بطاقهم أن يحدث البطاقة لأن البطاقة مهمة أيضا نقدر نستفاد من عدها كمستمسك رسمي بمراجعات الدوارس راح يصبح خامس مستمسك رسمي عدنا إضافة لذلك نحتاجها بالتعداد السكان نحتاجها بأمور كثيرة فنحن نحث المواطنين على تحديث البطاق ما نتم بالوقت الحاضر والغاية من عدها حتى يشاركون بالانتخابات وأيضا يقررون المصيرهم حتى يغيرون الواقع اللي نعيشه خاصة بمحافظاتنا مكتب الانتخابات في النجف أكد بأن نسبة المحدثين تجاوزت 68% وهو مؤشر إيجابي مقارنة بسابقاتها فتحت المفوضية بابها لفترة التحديث بتاريخ 8-7 وتنتهي بتاريخ 12-8 وكان هناك قبال جيد من قبل المواطنين بغيت تحديث بياناتهم البيومترية واستنون البطاقات البيومترية سعي حفيث لإحداث التغيير المنشود فهم أقدموا على إتمام الخطوة الأولى أملا منهم باختيار الصالح بعد سلسلة من التخبطات لقناة دجلا من النجف كرار العساف